أهلا بكم أعزائي الطلبة اليوم هنتكلم عن مكونات الحاسب الآلي فتابعوني أولا وحدات الإدخال ومنها لوحة المفاتيح الفقرة الماسحة الضوئية الفيديو اللي شفت دلوقتي تم تصميمه بطريقة الانيميشن وهي الوية بورد انيميشن أو الصربورة البيضاء والنوع ده من الفيديوهات بيساعد على توصيل المعلومة بكل سهولة وده بيكون نتيجة لوجود الصوت والحركة الجذابة والملفتة داخل الفيديو فلو عايز تعرف الطريقة السهلة والصحيحة لإنشاء النوع ده من الفيديوهات وباستخدام الزكاية الصناعية فتابع الفيديو للنهاية أهلا بكم من جديد معكم واق الربيع لإنشاء النوع ده من الفيديوهات وهو الوية بورد انيميشن فأنت محتاج أن تنفذ مجموعة من الخطوات علشان تنشئ فيديو احترافي جدا وبطريقة سهلة وأول خطوة من هذه الخطوات هي كتابة السيناريو أو سكريبت الفيديو والمقصوص بالخطوة دي أنك لازم تكون عارف ومحدد المحتوى أو الفكرة اللي انت عايز تنشئ فيديو ليها أما الخطوة الثانية وهي تصميم الفيديو وفيها هنقوم بتحويل المحتوى أو الفكرة بتاعتك إلى صور وهنستخدم في الخطوة دي موقع Canva وكلنا عارفين طبعا موقع Canva أنه يستخدم في تصميم الصور بطريقة مجانية يعني مش هتحتاج أنك تشترك في النسخة المدفوعة لCanva في البداية هنقوم بفتح موقع Canva ونعمل عملية تسجيل دخول للموقع بعد كده بنضغط على ابتكار تصميم ونكتب في البحث فيديو بيفتح معنا المشروع الخاص بالفيديو زي ما حدرك شايف صفحة بيضاء دلوقتي هنقوم بتصميم الفيديو من خلال استخدام العناصر الموجودة في Canva او لو حضرتك عايز تستخدم صور او اصوات او فيديوهات موجودة عندك على جهاز الكمبيوتر اول حاجة عندنا النهاردة انا هعمل لك فيديو بسيط عن مكونات الحاسب الآلي زي اللي حضرتك شفته في بداية الحلقة فطبعا هنعمل عملية اضافة للعناصر يبقى اول حاجة معنا هنضيف العناصر بتاعتنا سواء كانت صور او نصوص هنضغط مثلا على النص ونضغط اضافة عنوان ونكتب مثلا عنوان بتاعنا مكونات الحاسب الآلي وننسى العنوان زي ما احنا عايزين من غير اللون بتاعه مثلا بعد كده هنبدأ نضيف في العناصر هنضغط هنا على العناصر ونكتب هنا اي عنصر احنا عايزينه مثلا من كونات الحاسب الآلي هنجيب مثلا على شكل صبورة مثلا على سبيل المثال هنكتب هنا صبورة ونبحث عنها ونضغط على تصميم Graphic عشان نجيب لي الصور اللي هي Graphic طبعا بيديك اشكال كتير من الصبرات بتختار الشكل اللي حضرتك عايزه مثلا انا اختار الشكل ده نصغر كده الحجم براحتنا طبعا بتنسع انت الصفحة زي ما اختارك عايز تكبرت صغرت زي ما اختارك عايز بالزبط كده ضيفنا النص هنضيف مثلا العنصر الكمبيوتر او الحاسب الآلي هنكتب هنا في العناصر حاسب الآلي ونختار مثلا السوري ده كده انا صممت اول صورة معايا بعد كده هنقول مشاركة ونحمل الصورة بامتداد BNG تنزيل نختار من هنا BNG بعدين نضغط تنزيل هتحمل معانا الصورة هنضيف صورة جديدة وليكن مثلا وحدات الادخال مثلا على سبيل المثال هنضغط هنا النص ونقول له ضغفة عنوان هنقول له مثلا اولا وحدات الادخال وننسق الصفحة زي ما احنا عايزين نغير من هنا النص او شكل النص وهنا اللون بالنسبة لوحدات الادخال عندنا وحدات الادخال طبعا لوحة المفاتيح والفارع والمساحة الضوية هنكتب هنا لوحة المفاتيح في العناصر ونختار اي لوحة المفاتيح وتنسعها التنسيق اللي مناسب لحضرتك وهنا هنختار تاني الفأرة طبعا بأكد على تصاميم ونختار شكل للفأرة هنا هناخد مثلا الشكل ده صغرة شوية ايضا عندينا ايضا المساحة الضوية الضوية صغر طبعا انت بتنسع الصفحة حسب اللي نسب حضرتك هنجيب مثلا هنا اسهم ناخد السهم ده مثلا نعمل له العكاس صغر شوية تدوير من هنا نوعز اغير لونه بضغط هنا وغير لونه وأعمل عملية نسخ للسهم بقف عليه كده وأضغط على علامة التكرار واخده كده وامل له انعكاس بعدين تدوير انعكاس نعدي له بالشكل ده مسلا انا طبعا بورى حضرتك الطريقة وحضرتك بتنفذ حسب اللي نسبك انت ونضيف مثلا نص ثاني هنقول له اضافة نص هنكتب لوحة المفاتيح نغير مثلا نوع النص هنكتب ولونه نجد له اللون الاسود مثلا نجده هنا نجد لون الاسود وابتدي انسخ او اقرر النص ده مرة هنا اكتب الفعلة وقدره مرة اخرى واكتب هنا مثلا الماسحة الضوئية بتنسخ الصفحة زي ما حضرتك عايز واللي يناسبك طبعا كده انا خلصت الصفحة التانية اعمل لها عملية تنزيل مشاركة اقول له تنزيل هنا بختار بنجي هنا بيقول لجميع الصفحات طبعا انا نزلت اول صفحة فبلغي الاولى اقول له الصفحة التانية تنزيل هكتفي بالصفحتين دول كمثال للتوضيح دلوقتي هبتدي على الخطوة وهي تحويل الصورة الى هضف لها الحركة بنضغط هنا على التطبيقات اولا بضيف هنا صفحة من عنامة الزايد هنا بضغط على اضافة صفحة عشان تنزيل فيها الفيديو الجديد اضافة الصفحة هنا وبعدين اضغط على التطبيقات واجيب تطبيق اسمه speedbent اول مرة بيظهر معاك التطبيق بتلاقي هنا كلمة فتح كل عليك انك بتضغط على فتح طبعا انا عشان استخدمتها قبل كده فظاهر معايا على طول بضغط عليه وهنشوف مكونات هذا التطبيق هنا بيقول بجيب الصورة اللي انا عايز اعمل لها الحلقة بضغط على choose file طبعا هنلاقي في الصور اللي انا حملتها اول صورة ايه ودي تاني صورة اضغط على اول صورة اللي هي مكونات الحاسب الالي اقول له open كده انا ضفت اول صورة بنزي في الاسفل هنا sketch duration وده هنا بيقول لك وقت الرسم الخاص بهذه الصورة انت عايز الصورة دي تترسم في وقتها دي طبعا المعقول خمسة او خمس ثواني هنا عندي color fill duration يعني وقت التلوين لو حضرتك عايز الصورة تتلون او تظهر الالوان اللي فيها فبتختار الوقت من هنا لو مش عايز الصور تظهر او الالوان بتاعتها تظهر بتضغط no color fill احنا هنقول له مثلا ثلاثة يعني لون الصورة في ثلاث ثواني يبقى كده الفيديو اجمالا اجمالا الفيديو ده هيكون ثمان ثواني يعني من ثمان تسعة ثواني اللي اجمالي عندي هنا background color اللي هو اللون الخلفية طبعا اللون الابيض لو حضرتك عايز تغيرها بتضغط هنا وتختار اللون اللي انت عايزه هنا شكل اليد اللي حضرتك عايزها تظهر سواء الشكل ده او ده او ده اي شكل حضرتك عايزه تحدد الشكل وبعدين تقول له هنا تفعل add fade out فكت لو انت عايز تعمل عملية fade out اللي هي الاختفاء اثناء العرض بفعلها هنا وبعدين اضغط على animate image طبعا بتنتظر لحد ما يتم تحويل الصورة الى فيديو بتاخد منك اقل من دقيقة وحسب العناصر الموجودة داخل الشريحة هحولها وارجع لحضرتك مرة اخرى وبعد ما تم تحويل الشريحة الى فيديو هتظهر قدامك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده كل اللي عليك انك هتحرك الفيديو كده وتضبط ابعاده بكامل الصفحة كده اصبح عندك فيديو لو عايز تشوف شكله بتضغط على هنا play زي ما انت شايف تمت الحركة للشريحة بتاعتي ده كده عندي اول فيديو اللي هو خاص باول شريحة بالنفس الطريقة هنعملها للشريحة التانية بحدد choose file او الاول بضيف صفحة بعدين اقول له choose file اختار الصورة وقول له open وهنا هنخليها خمسة زمائية خمس ثواني وهنا ثلاث ثواني وشكل الاي ده او زم هو وبعدين اقول له animate image هحول الصورة وارجع لحضرتك مرة اخرى بالفعل تم تحويل الصورة الى فيديو زي ما حدرك شايف هنعمل زي ما عملنا في الفيديو السابق هنزبط اعدادات الفيديو او اسف ابعاد الفيديو على الصفحة اصبح كده عندك صورتين وفيديو هين الصورتين كده حاليا انا مش محتاجهم باجي على اول صورة وقول له حسف حسف الصفحة واحدة واجع الصفحة التانية اقول له حسف بتضغط على التل advocacy واختار حاسف صفحة واحدة اصبح عندي فيديو هين هون موجودين كل عليك انك تضغط على مشاركة بعدين اقول له تنزيل طبعا هنا بنختار تنسيق مب زي ما هو وهنا بيختار بيقول لجميع الصفحات لو انا اعجز انزل الفيديوهات Atlas أو لو اتغ Praise يقدر هناوا فيديوهات wider يأخذ الافيديوهات اللي انا محتاجها طبعا انا هسيب جميع الصفحات واقول له تنزيل بيبدأ معايا في تنزيل الفيديو هنتظر حتى يتم التنزيل وارجع لحضرتك مرة اخرى ورجعت لحضرتك بعد انتهاء تنزيل الفيديو زي ما حضرتك شايف اسم الفيديو بتاعنا مكونات الحاسب الالي هنضغط على فتح ملف عشان نشوف الفيديو شكله وعمل ازاي زي ما انت شايف الفيديو موجود ولكن مفهوش صوت وهتيجي هنا النقطة اللي بعد كده او الخطوة اللي بعد كده وهو استخدام الذكاء الاصطناعي في وضع الصوت على الفيديوهات وهنستخدم في الموضوع ده موقع اسمه 11 Labs بعد ما بنفتح موقع 11 Labs وهيسيب لك الرابط الخاص بالموقع في الوصفة اسفل الفيديو مع ايضا الرابط الخاص بموقع Canva كل اللي عليك انك بتكتب في المربع الابيض ده النص اللي انت عايزه يتحول الى صوت والموقع ده بيستخدم في تحويل النص الى صوت باستخدام الذكاء الاصطناعي ولو حضرتك طبعا بتستخدم الموقع لمرة واحدة فهو بيسمح لك ب333 حرف بس ولكن لو حضرتك عايز احرف اكتر من كده فبتعمل عملية sign in للموقع وبتسجل عليه عادي خالص باستخدام الجيميل الخاص بيك وبيسمح لك بعشر تلاف كلمة احنا هنا بديك بس كمثال بتكتب هنا النص اللي حضرتك عايزه يظهر في الفيديو بتاعك يعني مثلا السلام عليكم بعد ما بتكتب النص بتضغط من هنا وتختار الصوت اللي حضرتك عايزه اي صوت من الاصوات الموجودة امامك زي ما حدراك شايف فيه اصوات نسائية وفيه اصوات رجالية بعد ما بتختار الصوت بتضغط على علامة البلييد دي لانه بيبدأ في عملية generate او عملية توليد الاصوات بعد ما بيعمل عملية توليد الاصوات كل اللي عليك لو الصوت طبعا طلع مظبوط وزي ما حضراك عايز كل عليك بتضغط على علامة السهم دي وهي علامة download audio كده اصبح عندك الفيديو وعندك الصوت الخطوة اللي بعد كده وهي اخر خطوة في تصميم هذا النوع من الفيديوهات وهي خطوة المونتاج في هذه الخطوة بيتم عمل تزامن بين الصوت والفيديو باستخدام احد برامج المونتاج انا عن نفسي بستخدم برنامج كامتازية برنامج جميل جدا وسهل التعامل معاه وكنت اعملت فيديوهات على القناة بخصوص هذا البرنامج اصيب لك الروابط في الوصف اسفل الفيديو كل عليك انك بتفتح البرنامج طبعا بقري تثبيته على الجهاز الحاسوب الخاص بيك او الحاسب الآلي الخاص بيك وبتعمل عملية import للميديا بتاعتك الفيديوهات وايضا الاصوات اللي حضرتك حملتها من موقع بضغط على import media واجيب الفيديو وايضا اضغط على علامة الزائد دي ليه import media ايضا واجيب الاصوات اللي انا حملتها طبعا انا مجهز عندي هنا اصوات هناخد اهلا بكم ده الصوت اللي انا نفسته وهاخد وحدهات الادخال والابن كده اصبح عندي الفيديو والاصوات بنعمل عملية ادراج للفيديو في التايم لاين وايضا للاصوات حسب ترتيبها وبتبترى حضرتك تعمل عملية المونتاج للفيديو طبعا بتخلي الصوت يمشي مع الصورة وفي نفس الوقت ممكن تضيف كمان مؤسرات واصوات زيادة وحركات داخل الفيديو وبعد كده بتعمل عملية export او تصدير للفيديو من خلال الضغط على هذا الزر export وبعدين نضغط على جيسي local file وبعدين تضغط هنا وتختار up to 1080 وبعدين تقول لقى التالي يبتدي في عملية تصدير او export للفيديو وبتظهر النتيجة زي اللي حديك شفتها في بداية الفيديو وبكده يكون وصلت لنهاية حلقة النهاردة ولو عجبك الفيديو ما تسنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتكتب لي في تعليقات رأيك ايه في هذا النوع من الفيديوهات وهي فيديوهات الويدبورد انيميشن وعرفني حضرتك هتستخدمها مع طلابك ولا لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة